ونبدأ على بركة الله بتلقي اتصالاتكم وعلى بركة الله نأخذ أول متصل معانا الحج محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أهلا بك أحب حضرتك في الله والله أحبك الذي أحببتنا فيه ربنا أكرمك الله بقول لستاتك نعم زوجتي أمرها 69 سنة فكتلها جلطة بدعانك تتلقى جلطة شلال نسبي لا يعافيه يا رب ونسألك الدعاء آمين وبعدين كل اللي بيجي خش كل اللي بيجي يعني استلم عليها فيه لي بصها فيه لي بصها من إيديها فيه لي بصها من إيديها واللي بصها من دمخها واللي بصها من خدها وانا بعمل مشكلة اي بس رأي الدين بقى في كده ايه حاضر عندها كم سنة الحجة 69 حاضر السؤال الثاني معلش صلاة النوافل فيه ناس قالت لي لازم تصلي يعني ما تصليش للسنة ولا اشتفع يعني إلا بقى ما تيجي تقوم تصلي النوافل فده صحيح ولا لأ حاضر الله يبارك حاضر تؤمر يا حبيبي تفضل صلاة الضحى بقى من التبدأ من السعكام صلاة الضحى من السعكام حاضر يا حبيبي حاضر يا حبيبي تفضل ربنا يبارك فيك يا رب الحجة عادل سلام عليكم الحجة عاطف سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا حبيبي بساعتك أنا أكلمتك قبل كده وكنت طالب منك تفسير الحديث بتاع النبي إن رأى أحدكم منكرن فيغيره بيده عنينة مين اللي هو الحق في ذلك دي نمرة واحد حاضر نمرة اتنين الحاجة التانية نعم انت سأتك عارف ما صرف الزكة تمانية تمام طب الفقراء والمساكين هل هو الواحد يزكي عن الناس يوسبهم ما يشتغلوش يعني لا طبعا لازم الموضوع ده يبقى فيه دراسة حاضر يعني مش أي حد هتقوله خد فلوس وخلاص صحيح صحيح يعني لازم تتعرف وتبع على مستوى الدولة مين الفقير ومين المسكين اللي انت لازم تديله لانا منك أولاد الفقير ده ألف ميته فرصة انه مش عارس تشتغل لا ليقدر يشتغل لازم يتعب ويشتغل طبعا اه ازاي دي نعملها بقى طبعا حاضر يا حبيبي اوكي فان السلام عليكم ورحمة الله على السلامة نبتدي بالحج محمد ربنا يكرمه احنا ناس طيبين لما حد بيمرض وبنروح نزوره ممكن اللي يقبل من الرأس واللي يسلم ويقبل الايد والكلام ده كله الكلام ده مقبول لما يكون جنس واحد يعني انا بزور رجل صالح طيب مريض فالراجل نايم في السرير مش قادر يتحرك فبقرب عليه كده وبرقيه وببص من رأسه من جبهته مفيش مشكلة انما لو امرأة هل ينفع انا بدعوة طيبة وبدعوة انها مريضة انه اقبلها ما ينفعش ما ينفعش فهي حج محمد العلاقة هنا هي اللي تحكم المسألة لو في حد من محارمها بيسلم عليها ويصفحها ويقبلها مفيش مشكلة انما لو حد غريب لا مينفعش لو امرأة ما فيش مشكلة انها من الرجال لا يجوز لا يجوز ودعائي لهذه السيدة الكريمة ولكل مرضانا بالشفاء العاجل اللهم امين صلاة النوافل بالليل يعني قيام الليل والشفع والواتر سؤال بيتكرر كتير قوي احنا هنرجع بإذن الله قريب تاني نتكلم عن الصلاة ونعمل الحلقات المفيدة فيها بإذن الله مش نسين ده وربنا المستعان قريب بإذن الله الواتر هو ما كان ركعة او ثلاثة او خمسة الشفع هو ما كان اتنين او اربعة او ستة او تماني انا صلتي العشة وصلي ركعتين سواء كانوا سنة العشة او قيام ليل يبقى اسموه شفع قررت ان اصلي الواتر صلت ركعة او صلت تلات يبقى ده الواتر الله يعني صلاة سنة العشة تبقى شفع او ما هي شفع يعني اتنين شفع يعني اتنين او اربعة او ستة او تماني فانا الوقت هصلي سنة العشة ربنا يفتح علي وصلي كمان ركعتين اسموه مشفع عارف ان انا هصر شوية شوف مصالحي ولا اععد مع اولادي جو بعدين انام مو كويس او الحمد اللي نزبط منبه على الفاجر واصح على الفاجر او قبل الفاجر بعشر دقايق او ما استغفر ربنا وادعيه لكن مش عامل حساب ان اصلي تاني اروح مصلي بقى ركعة الواتر او ثلاثة واتر ونام خلاص انما انا صلتي العشة ما شاء الله ليل الشتة طويل اعدت شوية لعند الساعة تسعة كده ولا حاجة زي الفراخ كده معلش بالنام بدري وبعدين نمت لقيت نفسي قبل فاجر مصصح حيت الحمد لله يبقى ساعتها اصلي ما تيسر ركعتين او اربعة واوتر يبقى خلي الواتر في الاخر وخدوها قعدة كده اللي متعود وعنده يغلب على ظنه انه هيصحى قبل الفجر يصلي يبقى يأخر الواتر اللي بيغلب على ظنه لا ده نايدوبها اصحى على الصلاة يبقى يعجل الواتر اللي اتنين صح اللي اتنين صح كان بعض الصحابة يسلون الواتر مبكرا بعد العشاء قبل النوم والبعض الاخر يؤجلوا صلاة الواتر الى اخر الليل ليه عندهم امل وحسن ظن ويغلب على ظنهم انهم ما هيصحوا قبل الفجر يسلون فيصلي ما تيسر اتنين اربعة ستة ايا كان وبقى كده يوتر بواحدة او ثلاثة فنعمة كده حج محمد انت عندك او غالب على ظنك انك ان شاء الله تصحى قبل الفجر يبقى اجل الواتر صلي العشاء وصلي ما تيسر اتنين اربعة ستة زمان ربنا يقدر وخلي الواتر في اخر الليل افرض ما اصحتش والفجر ادن سأصلي بعد الادان وقبل صلاة السنة والفريضة اصلي ركعة واحدة ركعة الواتر قضاء بس طيب انا صليت العشاء وصليت ركعتين واوطرت بوحدة او تلات وربنا اكرمني ولقيت نفسي قبل فجر بساعة صحيت عايز اصلي ركعتين ينفع اه ينفع طيب والوقت اللي صليته ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة وصلي اتنين اتنين وخلاص وما عدت الوقت رتاني فيه طرق اخرى لكن انا بقولكو على الاولى والايصر والافضل وربنا المستعان اللهم امين بيتكلم عن صلاة الضوحة حج محمد برضو بيسأل صلاة الضوحة ايه الضوحة دي الضوحة يا سادة ركعتين نبه النبي عليه الصلاة والسلام على فضلهما هم ركعتين او اربعة او ستة او تمانية حسن ما ربنا يقدرك عايز صلي اتنين صلي اربعة صلي ستة صلي تمانية ما فيش مشكلة وقتهم من امتى وفضلهم ايه خليني اطلع لفاصل وبعد الفاصل باذن الله سبحانه وتعالى سوف اكمل الجواب سواء على هذا السؤال او الحج محمد الحج عاطف ونتلقى ايضا اتصالاتكم ما يزال معنا وقت الحمد للرب العالمين ونجيب عليها ان شاء الله لكن بعد الفاصل فتابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا اليكم من جديد ونسعد بتواصلكم معنا معنا اختنا اميرة سلام عليكم السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتك تعزز سأل حضرتك لما المؤذن بيؤذن للصلاة ايه احنا منقول وراء زي ما بيقول في صلاة الفقر بيقول الصلاة خرب من النوم بيقول احنا ايه بقى وراءة كلمة دي حاضر حاجة تاني ألف شكر ربنا يكرمك دوني تأموري تفضلي سلام عليكم ورحمة الله حجة ساوسن سلام عليكم عليكم السلام ازي حديك يا شيخ اهلا بيك ازي حضرتك يا شيخ الله يخليك ازي صحيحة اهلا بيك وسهلا باركات الله فيك بصي حضرتك يا شيخ انا دلوقتي عندي انا دلوقتي عندي مشكلة اه جز بنتي اه كلم لي وقال لي انا بنتك طالق وطالق بالتلاتة ومفيش رجوع فبقال له ساعة الغضب اه ما بيتعمل ما بيقعش اه انه بخلت انت نيتك ايه قال لي لا نيتك اطلق تمام فهو حضرتك دلوقتي سيبقى عندي بالها اربع شهور ومعاها بنتا عندها سنتين لا بيسأل فيها ولا بيسأل في بنته ولا بيقول لأي حاجة تمام ابنته دي ملهاش مصريف ملهاش اه اكله الشرب ملهاش كل اي حاجة بعتت له حد يا حاجة ساوسن بعتنا له ما بيردش بقول هاجه ومش بيسألش وقعدنا هي ده مش غريب ده ابن عمها كمان لا 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 ابن عمها حضرتك هو امه ابنت عمي كمان سبحان الله والعام موجود العام موجود ملوش لازمة بس ملوش لازمة عشان كل بسامع طيب ابوه موجود واخواته ورده وامه بتمشي عليه طيب يا حاجة ساوسن عندك سؤال تاني امه بتمشي عليه حضرتك يا شيخ ثالث طيب عندك سؤال تاني لا ربنا يخليك يا شيخ وفيدني الله يبركلك يا شيخ حاضر حاضر تفضلي السلام عليكم ورحمة الله الله المستعان الله المستعان الحاجة محمد كان ما يزلنا بنتكلم على صلاة الضحى صلاة الضحى يا اخواننا زي ما قلتلكوا عدد ركعاتها تبتدي من اتنين واقصاها تمانية يعني انفع اتنين مرة اصلهم اربعة مرة اصل ستة ما زيدش عن تمانية واقلهم ركعتين الوقت بتاعهم من امتى الامتى من بعد شروق الشمس بحوالي عشرين دقيقة الى قبيل الظهر بحوالي عشر دقائق النهاردة مثلا في القاهرة الشروق على حوالي الساعة ستة وربح مثلا يبقى ابتدي اصلي الضحى لو عايز ابتداء من سبعة اللى تلت ستة ونص وخمسة وهكذا يعني عد عشرين دية تقريبا من بعد ما عاد الشروق الموجود عندنا في النتيجة لعند يستمر الوقت ده لعند قرب الضهر قبل الضهر بعاش دقائق فايدة الضحى ايه يقول عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من المسلم صدقة كل مفصل علماء التشريح بيقوله تلتمية وستين من يفصل في جسم الانسان ما بين ايديه ورجليه وركبه وكلام ده طب اجيب من اين فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا تعدل بين اثنين صدقة تبعين رجوع دباته صدقة تميت الاذى عن الطريق صدقة والاخر يقول ورقعة الضحى تجزئه عن ذلك يعني اللي مش قادر يقدم صدقات مادية او معنوية يبقى على الاقل يصل ركعتين الضحى هيكفوه عن هذا المطلوب منه على كل سلامة من المسلم صدقة ربنا تقبل من الجميع اللهم امين حج عاطف ربنا يكرمه حابس الفسؤالين مهمين جدا الاول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان حال ما هذا محتاج اكتر حتى من حلقة مش حلقة واحد لكن باختصار الشديد حاج عاطف الله يبارك لك اللي شوف منكر وعارف انه منكر ومجمع العلماء عليه انه منكر مش حاجة فيها اختلاف لا ده منكر واضح واحد بيشرب مخدرات فهذا منكر هيضر نفسه وضر غيره منكر واحد ولا عزب الله بيدرب حد في الشارع ولا في منكر منكر بيدرب حيوان حتى منكر نغيره يبقى لازم فكرة تغيير تكون موجودة عندنا كلنا في حد مطلوب منه يغير بإيده وفي حد لا ما ينفعش غير بإيده فنقوله طبعا قلب لسانك وفي ناس ما ينفعش حتى تغير بلسانها نقوله يبقى بقلبك من المنط به تغير اليد قال للسلطان السلطان السلطان يقدر يحط قانون يقفل بين محل اللي بيغلى على الناس ما ده منكر اللي بيبيع سلعة منتهية الصلاحية ما ده منكر اللي بيبيع حاجات محرمة ما ده منكر حاجات كتير قوي فيقدر ياخد بإيده يقدر يجيب كوة ويشمع المحل ويقفله ويسجن الراجل أو يحاكمه يقدر يعمل ده انما انا كفرد حد بقى تتصل مولانا الحق المحل الفلاني ضرب السلعة تمانها في عصرة يا الله حرام عليه بس انا كشيخ هقدر اعمل ايه هتحول من يد لللسان وهناشده وقال له اتق الله يا فلان ولا يا صاحب المحل الفلاني ده ربنا سبحانه وتعالى حرم الغش ربنا سبحانه وتعالى حرم الاحتكار ربنا سحرم ان احنا نغالي على الناس يرحم بعضنا بعضا يبقى انا غير باللسان لان من السلطة قد اكون انا شخصيا سلطة على ابني لقد فده سجارة ولا عبت سجاير ختار متى في الزبال لا يا ابن شابش سجاير يا ابن سجاير عيب وحرام سلطيتي كأب سلطيتي اقوله واتصرف بقين قد لا اصطيع ان افعل هذا مع ابن جراني مع ان ابن جاري في نفس يعني موق تعدى اهمية ابني بالنسبالي شايفه ازاي ابني بس ماقدرش ياخب من ايده عبت السجارة ورماة في الزبالة ولا السجارة وافروكها وارميها تحت رجل ماينفعش لان انا مش اه صحوة في مقام الوالد لكن مانش والد قد يصدر منه شيء وقد يتضايق حتى ابوه نفسه وقالت جدا جدا فيبقى برضو اللسان ممكن يكون اللسان مش نافع انسان ما عندهش قدرة على انه يتكلم في الموضوع مالهو السلطيته في ده مش عارف قد يتعرض لمخاطر لو تكلم يبقى تغيب بالقلب القلب يعني ايه يبقى ما شاركش في الغلط ما روحش الغلط ما عودش في مكان فيه غلط انا لا هقدر ولا هينفع اقف الخمارة ولا هروح الخمارة وقول للناس حرام عليكم لكن هقدر ان ما روحش الخمار فما عودش في الخمار حتى لو حد دعاني في اجتماع وما عرفش ان فيه خمرة بتتوزع في المكان واتتبع في المكان لقيت التربيزة بينزل عليها خمرة اسم مكان وامشي يبقى تغيير بالقلب ما انا مش هقدر اقول للكافيه كله ولا الكازنه كله ولا بتاعك كله اقفل وشمع ولا ما تنزلش خمرة مش بتاعتي لكن املك نفسي يبقى تغيير بالقلب ان نمشي ما بقاش موجود في المكان اللي بتدار فيه الخمر او مشاكل ذلك ارجو ان انا اكوني حج عطف الله يكرمك لخصلك الموضوع وان كان ده بيحتاج لحلقات وان ربط الله تعالى ان يوفقنا لده باذن الله مصارف الزكاة تمانية فعلا بس خليني ااخد من يا بسمة اخد احلام وبعدين اكمل ست احلام سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا بيك اتفضلي فاند وانت طيبة بالنسبة معايا نسخة من المصحف باقرأ فيها لقيت في صورة الحج اية رقم ثلاثة شيطان مريض يعني التنوين هنا متراكب وليس متتابع ويتبع كل شيطان ويتبع كل شيطان مريض ماذا مضاف علي ويتبع كل شيطان مريض يعني ايه قلتين لتاني وبتاني بالراحة تاني التنوين تحت النون شرطتين فوق بعض وليس شرطتين متتابعتين ما هي مهودة اصلا فيه اضغام يا ست الكل ما هي ضغام المفروض لو كانوا فوق بعض يبقى فيه هنا اظهار اه فهمت اصدق اه 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 في الشكل طيب اقول لك انت عارف المطبعة بتاعتها المطبعة المطبعة الانجلوسية مفيش داع الله يكريمك يعني لو عارفوا عليها تليفون اتصل بيهم لا والله انا مش عارفة حاجة انا مش عارفة اتصرف طيب الله يبارك لك ايه بعتولي على مكتبي ايه باستشير حضرتك يعني طيب ايه بعتولي على مكتبي انا في الجامعة بكرا ان شاء الله حاضر اهلا تليفون حضرتك اتصل بعد الهواء بربع ساعة كده كنت فتحت تليفون ان شاء الله رب العالمين حاضر تؤمرين يا حجة احلام تفضلي سلام عليكم ورحمة الله ستة هنية سلام عليكم أهلا بيكي لو سمت دكتور سلمان عزب تليفون حضرتك ووكلمك بعده الهواء ان شاء الله طيب طيب تفضلي يا ستة هنية حاضر بعد الهواء بربع ساعة بس العاصر ان شاء الله تفضلي السلام عليكم ورحمة الله طيب معنا بعض الوقت برضو هناخد صلاة معدناش مشكلة بس اجاوب بقى لحج عاطف ربنا هيكرمه مصارف الزكاة تمانية صح بس في مصرف مش موجود النهاردة المؤلفة تكلبهم مش موجود بقى نزلنا السبعة اكتر المصارف اللي بنصرف فيها زكواتنا الفقراء والمساكين طبعا ده اكتر المصارف من هو المسكين من هو الفقير وامتى يوصف الانسان بالفقر والمسكنة فيه دراسات في هذا الامر يا سيدي الاحصى نفسها بتنزل مركز الدولي او المركز الاحصى والمجلس بينزل دوريات دائمة بخط الفقر اللي مرتبوا او دخلوا اقل من ده يبقى تحت خط الفقر او فقير او مسكين لما بنعرف ان الشخص يدخله الف ولا الفين وهو عنده اولاد لما نجي نحسبها من المحتاج اربعة ولا خمسة يبقى ده مسكين فياخد الصدق وياخد الزكاة بس بشارط ان يكون الراجل ده شغال مش قهد عاطل وما عنده مش حتى فرصة ان يشتغل شغلانة تانية او بيشتغل شغلانتين وهم الاتنين مع بعض مش مكفيين انما فكرت ان حد قاعد عاطل وديله من اللي قال ده ده غير صحيح وغير مقبول ابدا يا سيدي رسول الله علمنا هذا عليه الصلاة والسلام قاعد سيدنا مع الصحابة لقى واحد جاي من بعيد يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي نعم انا فقير وعايز فلوس عايز اكل واشرب كان ممكن سيدنا النبي يشاور لأي حد ادوله اللي معاي اديله كان هايد ادوله لكن قال له تعالى هنا هو شكله ما شاء الله يشتغل شكله واضح له ربنا عفينا اعمى ولاه يعني مكسح ولا يقدر يشتغل فقال له تعالى هنا عندك حاجة في البيت قال له اه عندي قال له عندك ايه قال له عندي مش عارف ايه بنكل فيه وايه بنوعد ليه قال هاتم وتعالى حلس كده وبتاع واجابهم رح سيدنا النبي اقام مزاد شوف يا حاجة عاطف سيدنا النبي اقام مزادا وراح رفعهم في ايديه كده من يشتردوا مني ما حدش محتاجهم او ما يسووش فواحد ام قال لا انا اشتري بدرهم لا 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 من يزود فعشان خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد قال انا اخدهم بدرهمين خدهم وهات درهمين ماشي رح سيدنا نبي واخد الدرهمين من المشتري بجيه عن راجل السائل وقال له خد الدرهمين دول درهم منهم هات بيدي الوقت ياهو اكل عشان عيالك في البيت اللي جعانين ما تسيبهمش جعانين والتاني هد به قدوم الراس اللي هي بتاعت البلطة بقى ولا الفاس اي حاجة اللي بيشتغلوا بيها دي ماشي راح الراجل على السوق جاب الاكل وده لعياله وجل سيدنا النبي معه الراس بتاعت القدوم ده ولا البلطة ولا بتاع زي ما نسميه رح سيدنا النبي جايب خشبة وهو بنفسه عليه الصلاة والسلام والله بابيه واميه صلى الله عليه وسلم هو بنفسه اللي عمله الايد دي في الحديد الرأس وزبطها وقال له تفضل تطلع دلوقتي تروح تشتغل ما تجنيش الا بعد عشر خمساشر يوم مش عارس اشوفك الا بعد عشر تياما لا خمساشر يوم راح الراجل غاب يشتغل 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 ويحتطب ورجع لسيد النبي بعد عشر خمساشر يوم معه ايه مع عشر دراهم يحتطب ويبيع يحتطب ويبيع يحتطب ويبيع يحتطب ويبيع بقى رجل معه مال هي دي السياسة اللي ينبغي ان تنتهجها الدول والشعوب احنا مش نتحول اداة لاطعام الناس فتتحول المسألة الى الكسل والدعاة ادي الفكر وانا معاك في دا وعلى فكر الاصل في الدول الاسلامية وفي الشريعة ان تجمع الزكاة من خلال الدول تؤسس لذلك مؤسسة هي اللي تجمع الزكاة ولا تحط ضوابط للصرف وهي اللي تتولى المسألة ما تطرقش كده اعتباطا اللي خرج ولا اللي مخرقش ولا اللي ودى الحد ولا موداش لا مش مطروكة كده وكان فيه مناداه بداية حج عاطف في برلمان الفين وخمسة تقريبا وانا الحقيقة الفكرة مرت علي انا رفضتها لانه ما فيه ثقة ما كانش فيه ثقة بين الناس ومتزال محتاجين نرجع الثقة دي بين عامة الشعب وبين الحكومة فلما نجي نقول عملنا مؤسسة للزكاة الناس هتتهرب من الزكاة زي بتهرب من الضرائب وهيقلقوا يخافوا المصارف هتروح لفين الزكاة دي وهتروح لمين من قريب منها يوديلوا من بيحب منها يديلوا الى اخره فلما تعود الثقة ترجع الدولة تانية تجمع الزكاة هلاش مش كده الاصل وهي يتولى هذا الامر وتحط ضوابط للجمع والانفاق ساعتها تبقى الزكاة بالفعل مورد عظيم جدا يغنى به الفقير مش بس يأكل ويشرب وتنشأ به بعض الاعمال والحرف الصغيرة للافراد على مستواهم يشتغلوا ويغتنوا وبدل ما يبقوا اخذين ويد سفلة يبقوا معطين ويد عليا ده الهدف من الزكاة في الاساس والله المستعان ستة اميرة ربنا يكرمها بتسأل بتقول احنا لما بنسمع المؤذن امرنا ان نقول مثل ما يقول whipped심 حي على الصلاة حي على الفلاح بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله مرة تانية المؤذن قال الله أكبر قلت الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وإن زدت هنا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد رسوله يبقى شيء عظيم كان حقا على الله أن يرضي من قال هذا ثلاث مرات نقولهم تاني لما المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله طيب الحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله الحي على الفلح أو لا حول ولا قوة إلا بالله عارفين ليه ما قلتش لبيك ليه لأن أنا بنفسه وبجهدي وبحوله وقوتي مش أعمل حاجة ولا رايح أصل ولا آيم أدخل الحمام وأتوضى وصل إنما أنا أفعل هذا بحول الله وبإقدار الله وبكوة يمنحني الله إياها ولولا هداية الله وتوفيق الله وإقدار الله لي لما كنت اتوضيت ولأمت صليت فعشان كان مسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هيقدرنا بقى وإن أم نصلي والحمد لله رب العالمين طيب لما يقول في صلاة الفجر أو أذان الفجر الصلاة خير من النوم انت عارفين من اللي قالها دي أصلا يعني قالها سيدنا بلال قال الصلاة خير من النوم فرح أوي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول وقال له صدقت صدقت وأقره عليها وخلي كررها فيما بعد خلص وصارت السنة بإكرار رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبقى يا ستة أميرة النبي قال له إيه قال له صدقت يبقى أنا لما أسمع يا ستة أميرة المؤذن بيقول الصلاة خير من النوم أقول له إيه هقول صدقت صدقت البعض يقول صدقت رسول الله وماله بس الحقيقة يعني عايز تقول لتنين قلهم إنما لازم تقول المؤذن صدقت إنه اللي بيقول لك المؤذن بقول لك الصلاة خير من النوم فتقول له صدقت بس سوعى بقى تقول صدقت وتروح شارد البطنية ومكمل نومك الله يعني هو صدق في قوله الصلاة خير من النوم وإنت مش فرق معاك رايح تكمل نومك ما ينفعش يبقى هو يقول الصلاة خير من النوم نقول له صدقت ننفض الغطة ونقوم نصلي الفجر حاضرا وساعتها هقول لك من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله عشان قبليه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل نصلي الفجر في جماعة كأنه قمت الليل كله الله الله شايفين فالله ربنا أدئيه ربنا ما يحرمنا اللهم أمين حق سوسا قلبي معها وقلبي مع كل مرأة وكل سيدة بيظلمها زوجها وما عندوش أخلاق ودين يا سادة يا سادة حاجة من اتنين يا إحنا عندنا طاقة نتحمل يتحمل بعضنا بعضا ونصبر ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر ونتفانى في إن يسعد بعضنا بعضا يا إما مش قادرين وتأفلت المسألة وقررنا الانفصال يبقى الانفصال بالمعروف وربنا قال لنا كده الإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الله الله على منهج القرآن اللي إحنا مش عارفينه وللأسف ما بينطبقوش إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ما تيجوا نطبق ده جملتنا هم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أقسم بالله هتحللنا مئات عشرات الألاف مئات الألاف من المشاكل واضحة يا إمساك بمعروف يا تسريح بإحسان إمساك بمعروف يعني إيه يعني قدم عليك قدم عليك واصبر عليك ده الإمساك بالمعروف ما أنتش مستحمل وما أنتش قادر لتولام فيش إيه مشكلة خالص سرح بقى سرح يعني إيه يعني مش هنزل لبنات الناس خلاص أنت قررت تطلق ما أنتش قادر تمسك بمعروف قررت تطلق ومال بس تطلق بإحسان إحسان قال له آه إحسان ما تزلش البناء على عجل اذهب للمأذون وديه ورقيت خلاص تبقى حرة بدل من تمأيدها ولا تعطيها حقها سيبها بقى تنطلق وده اسمه الطلاق بقت حرة بعد ما كانت مقيدة بالعقد اللي عندك مقيدة فك القيد خلاص تصبح محررة وده معنى كلمة الطلاق يعني أطلق صراحها وده بعض منات تسريح وبعدين رحنا للمأذون وسجلنا الكلام مش كلام بالبؤ ولا كلام في التليفون وخلاص واسم البنت مذلولة لا يعرف نفسها زوجة ولا يعرف نفسها مطلقة ما ينفعش والقرآن نفسه رفض من إحنا نعضل المرأة ونؤذيها ونمسكها ونزلها لحد ما تقول مش عايزة منك حاجة وطلقني والرجل يفرح من دول ولك هي يا مولانا اللي قالتلي أنا مش عايزة منك حاجة ما قلتلك مش عايزة منك حاجة عشان إيه عشان إيه مش حاجة زلت أنفسها فقالتلك لا أنا أخلص بجلدي أنفت بجلدي مش لازم بقى حقي أنت سارق أنت سارق أيها الرجل أنت لس أيها الرجل الذي أجبر زوجته على أن تبريه أو تتنازل عن حقوقها أو بعض حقوقها وأظهر لكم حاجة رجالة أرجوكوا انتبهوا لده أيما رجل تزوج أمرأة وفي نيته ألا يعطيها مهرها فهو زان حتى لو كان مسجل عادة عند مأزون والدنيا كلها شاهدة عليه الحقوق الحقوق عندنا مش مجرد حق بينك وبين سالم سالم تنازل ولا سالم ضعف مش قادر ياخده ولا ولا لأخره لا ده اللي بيراعي الحقوق دي ربنا واللي يحاسب عنها ربنا اوعوا تفكروا هيي أنا النهاردة عضلت مراتي وزلتها الحد مما قالت له أنا مش عايزة منك حاجة وطلقني وقعرت طعيات لو تجيب ناس وشاهدينها هيي أنا مش عايزة حاجة أنا مش شطارة ده أنا كإني سرقتها والله العظيم كل رجل خدوها مني كل رجل يجبر امرأته على أن تتنازل عن حقوقها بمعاملته السيئة هو سارق هو نفس وربنا هيحاسبه على الكلام ده فلننتبه وأتمنى أن الأخ ده يكون سمعني وبعدين يا أخي ده في مقام أختك ما هياش مجرد زوجة يعني هي لو متجاوزة حد غريب وملهاش حد غير عمها وابن عمها تجر عليك تلاك الحقني يا ابن عمي أنت أخويا فأنت زي أنت اللي تظلمها خليني أرجع تاني للإصة دي بس أخد سيتم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضريفا أهلا بيكي ربنا يبارك لك يا رب الله يكرمك أهذا أقول لحزيتك أنا كنت في الحج السنة الفاتت 2015 يعني تمام وكنا عادين في ميناء وكده وبعدين رحنا رجمنا رجمة العقبة الكبرى تمام وقصينا الشعر شوية من الشعر يعني وكده اتحللنا تمام وبعد كده قعدنا يومين وقالونا بقى إحنا هنروحنا بقى نطوف طواف الإفادة وطواف الوداع مع بعضهم الاثنين مرة واحدة ماشي رحنا وقالونا يعني بسرعة يوانم كده علشان هنسافر بقى على طول تمام احنا مش محتاجين قصي تاني يعني كده خلاص اه كده خلاص احنا قصينا يومينعيد خلاص للله ايوة ايوة اصينا يومينعيد اه مش عايزين قصي تاني بقى يعني بعد كده خلاص اه يا فاند هو قصي مرة وخلاص انتهى الموضوع يعني ما عليش اي حاجة لا ما عليكيش والحاجة كده تمام زي الفل تبدايل ان ربنا يتقبله لأنه الولدتي ربنا يتقبل يا رب ويعرف مزان حسناتك ويرحمها اللهم امين الله يخليك يا دكتور الله يخلي متحرمش منك ابدا فضالي تأمري تأمري يا محمد انا ما كنت بحجه كده كان نفت ان انا يعني اشوف رؤية لامي اه ان هي مثلا فرحانة ان هي ان الحج وصل لها اه كحاجة زي كده يعني او حاجة تبيل ان الحج تقبل من عند الله يعني اه مش عارفة ما حصلش اي حاجة ما شوفتها اشوف رؤية قابة طب وي رأيك في حديث ربنا سبحانه وتعالى الصحيح انا عنده ظن عبدي بي لها والله طب لها وانا وانا ستك جدير ربنا يتقبل واحسن الظن بالله ان ربنا قابلها الحمد لله رب العالمين ويكرمك ربنا ويرضيك يا سيدة محمد تفضل السلام عليكم ورحمة الله ويرحم امك يا رب وعلى فكرة انت ما تحرمتيش الاجر انت لك اجر وهي لها اجر ان شاء الله فلا تقلق الحجة سوسن برجع اقول لها تاني ربنا يكرمها وبخاطب كل الرجالة يا اخوانا يا امساج بمعروف يا تسريح باحسان تسريح باحسان يعني ايه اختلفنا هي لها خمسة الاف ولا ستة الاف لا خد الست الا اذا تناقشنا معاها انا مش قادر على الستة تبخليهم خمسة تبخليهم اربعة بقى فيه نوع من هذا وما يظلمش العيال في الموضوع المساعدة محتاج الحياة حلقات نتكلم فيها لكن على كل حال يا حجة سوسن الله يكرمك يعني قلبي معك ومع ابنتك الجاءوا لأهل المعروف من أهل الحية او القرية يوقفوا معاكم ويعودوا مع هذا الشاب يا اما انه يطلق بقى عندي مأزون يا اما يرجع بنتك بالسلامة وربنا سبحانه وتعالى يهيئ لكم الخير ويا ستة احلام الله يكرمك انا في انتظار المصحف ابعتيه لمكتبي غدا او هنتكلم في التليفون بعد من خلص اهلا بك وسهلا سعدت بيكم وارجو ان تكونوا قد سعدتم بنا وبكرة باذن الله نتقابل ونلتقي في برنامجكم المسلمون نسألون على خير ان شاء الله رب العالمين قبل هذا الموعد بساعة تقريبا اللي ما تمشح حلقتنا من اولها يقدر يتبعها في الاعادة في الخامسة فجرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في امان الله موسيقى 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 موسيقى